بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفووا بالعقود أحلت لكم بهيمة العام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله والشرح حرام والهدي ونلقى لا إذا ولا ولا آمين البيت الحرام يرتعون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاستآدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم لنصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوى واتقوا الله إن الله شديد عقاب حرمت عليكم الميتات والدم والحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والمقوثة متربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن استقسموا بلا زلام ذلكم فسقوا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا مخشاون اليوم أكملت لكم دينكم وأسمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما نذطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ما ذاء حل لهم قلوا حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فأكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قتموا إلى الصلاة فصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضاء على سفر وجاء أحد منكم من الضائط أولا بسموا النساء فهم تجدوا فهم تجدوا ماء فسيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم ملمسه وعلكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثا قول الذي واثقكم به إذ قلت سمنا وأطناء واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بقصة وما يجر منكم شنان قوم على أن لا تدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله قبير بما سملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مفيته وأشر عظيم والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصواب جحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا لمسى الله عليكم إذن قولا يرسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليسوك المؤمنون ولقد خذ الله منه ساق بني إسرائيل وبعثنا منه اثنى عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم وأقرضتم وعقضوا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحسيرنا فمن كفر ابدى ذلك منكم فقد الله سواء السبيل فبما نقضهم نيثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسو ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة نمو إلا قليلا منهم فاعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارا أخذنا ميساقهم فنسو حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا ألا الكتاب قد جاءكم عسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويفورا كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويذيهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يعلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في رضي جميعا ولله ملك السماوات ورضي وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأحباؤه قول فلما يعزبكم بذنوبكم بمن أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكساب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فرس من الرسل أن سقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكرون عبس الله عليكم وإذ جعل فيكم أنبئاء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا المقدسة التي كسب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لم ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لم ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب انسا وربك فقوة فاذهب انسا وربك فقوة لا إنا هلا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فرر فلا تاسع لقوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ ابن يا دام بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقب من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إن إني أريد أن تبوء بإثمه وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك شزاء الظالمين أخيه فقط أخيه له فأصبح من الخاسرين فبعث الله براء بيرحة في رضي ليريه كيف يواري إيسا أسأ أخيه قال يا ولس أعجس أن كون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخيه فأصبح من النار من بنجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفسه وفساد في رضي فكأمما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأمما أحيا الناس جميعا ولقد جاءت أسلنا ببينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في رضي لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في رضي فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نويهم فهم نمر ذلك لهم خزيهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وعلى الله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إله الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تبلحون إن الذين كبروا لغن له النافر جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب لليل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم أهلا تعلم أن الله له ملك السماوات ومر يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في كبر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولمتوا من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون لكذب سماعون لقوم الآخرين الميات يحرفون كلمة من بعد مواضع يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوا وإن لم توتهوا احذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزئ ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون لكذب أكلون للسحس فإن جاءوا كفكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يبروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بقصة إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي أولئيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والحذاروا بالسحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشعوا الناس أخشعون ولا تشعروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولنف بالنف والذن بالذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آتارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه للإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى ومعظة للمتقين وليحكم للإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إلك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمين عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا استبعواءهم عما جاءك من الحق وكل جعلنا من كشعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فأستبيقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا استبعواءهم واحفرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فعل من ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون آف حكم الجاهلية يبهون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فأترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بفتح أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا آؤلاء الذين أخسموا بالله اجد أيمانهم إنه لما عكم حبطت عمالهم إنه لما عكم حبطت عمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يطافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما ولدكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وينتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا اتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ وَذُؤًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا كِتَابًا مِنْ قَرِكُمْ وَالْكُفَارَ أَوْيَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادِيتُمُوا إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَوْمٌ لَا يَقِلُونَ قُلْ يَا أَلَى الكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَرْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلُ نَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَسًا عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهُ وَجَعَلَ مِنْهُ مُرْقِ لَدَسَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاهُوتِ أُولَئِكَ شَرٌ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُهِ مَا كَانُوا يَكْسُمُونَ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدان وأكلهم السحر لبيس ما كانوا يملون لولا ينهىهم الربانيون والأحبار عن قانهم الإثم وأكلهم السحر لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مفسوقتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طهيانا وكفرا وأقعنا بينهم العداوس والبغضاء إلى يوم قيامة كلما أوقذوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المسدين ولون أهل الكتاب آمنوا اتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولونهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تفس أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته إن الله لا يذي قوم الكافرين قل يا أنا الكتاب لسم على شيء حتى تقيم التوراة والانجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طيانا وكفرا فلا تاسعنا القوم الكافرين إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آدُوا وَالصَّابُونَ وَالنَّصَارَ مَنَامَنَ بِاللَّهِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَبِلَ صَالِحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميتاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاء رسول بما لا توى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعبوا وصموتم متاب الله عليه ثم عبوا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنس ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب لليم آفلا يتوبون إلى الله ويصفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن غريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان آيا قلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر النايون فكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تنوفي دينكم غير الحق ولا تتابعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان ذاود وعيس بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهن عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ترا كثيرا منهم يتعوا اللون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسه أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولكانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ستجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أسرقوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيتين وارذانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من حق مما عرفوا من حق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع قوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من فتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحربوا طيبات ما أحل الله لكم ولا تتدوا إن الله لا يحب المتدين وكلوا مما عزقكم الله حلالا طيبا واستقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ولا الصعب ولا الزلاب رجس من عمل الشيطان فالشانبون لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوس والبضاء في الخبر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم ممتعون وأطيعوا الله وأطيعوا رسول واحفرون فإن توليتم فلموا أنما على رسولنا البلاغ الببين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليذنونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى أبد ذلك فله عذاب نليم يا أيها الذين آمنوا لا تسلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به وإذا وعد منكم مديم ذلك الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليزوق وذال أمره عاف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذنتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه نتاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادة الحرم واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكهبات والبيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدياء القلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد عقاب وأن الله غفور رحيم ما عن رسول إلا بلاغ والله يعلم ما تدرون وما تكتمون قل لا إستوي الخبيث الطيب ولوجبك كثرة الخبيث فأتقوا راه ياء للباب لعلك تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن الشياء إن تبلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبلكم عفو الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلك ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا أحام ولكن الذين كفروا يفسرون على الله كذبا أكثرهم لا يقلون وإذا قيل لهم فعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يلمون شيئا ولا يتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضمع إذا تديتم إلى الله وارجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تمنون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت حين وصية إثنان ذواع منكم أو آخران بغيركم إن أنت ضربت وفي رضي فأصابتكم مصيبة ماوت تحرسون تحرسون لما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لأن الشريب ثمنا ولو كان ذاق لا أصابتكم ولا نتب شهادة الله إلا إذا من الآثم فإن فإن عتل على أنهم استحق إزما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسما بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومتدينا إلا إذا لمن الظالمين ذلك أبنى أن ياتوا بالشهادة على وجه أو يخاف أن ترد أيمان بدأ أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يبين قوم الفاسقين يوم يجمع الله بسن فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عملنا إنك أنت عذاب غيوب إذ قال الله يا عيس بن عمر يا مذكر نعمة عليك وعلى واندتك إذا يكسك بروح قدس تكلم الناس في المد وكلا وإذ علمت كتاب الحكمة والثناة والإنجيل وإذا تخلق من الطين كعيئة الطيب إذن فتنفخ فيها فتكون طاعرا بإذن وإذن وإذن تخلق الموتى بإذن وإذن وإذن كففت بني إسرائيل عنك إذا جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إذا إلا سحر مبين وإذا حيثوا إلى الحوارين أنا من وبي وبرسولي قالوا آمنا وشد بأننا مسلمون إذن قال الحواريون يا عيس بن عمر يا مهل السطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى نغريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأن تقنوا الرازقين قال الله قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أن تقتل الناس اتخذوني وأمي إله من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أنا أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد عالته تعلم ما في نفسي ولا ألم ما في نفسك إن كنت علام ضيوب ما قتله إلا ما أمرت لي به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليه شهيدا ما دوت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإن كنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تفتيار نار والدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات ورض وما فيهم وهو على كل شيء قدير تفتيار تفتيار تفتيار